طبعاً وفقاً للبيان الذي كان واضح من وزارة الخارجية الألمانية ووزارات أخرى معنية بدعم الأونورة هنا في ألمانيا القرار اعتمد على اللجنة المستقلة التي قامت بالتحقيق وهذه اللجنة بطبيعة الحال كما جاء في البيان هي ليست لجنة ألمانية إنما هي اللجنة الدولية التي تشكلت لبدء هذه التحقيقات بمعنى أن ألمانيا لم تقم بإجراء تحقيق مستقل ألماني داخلي أو لجنة ألمانية إنما اعتمدت على اللجنة الدولية لكن دعنا نركز على نقطتين النقطة الأولى هذا التجاوب السريع الألماني مع هذا التقرير للجنة المستقلة إضافة إلى الضغوطات التي تتعرض إليها ألمانيا بسبب الدعاوي التي كثرت على ألمانيا سواء داخليا أو خارجيا في محكمة لاهاي الحكومة الألمانية محرجة هذا واضح للجميع الإعلام الألماني اليوم يتحدث عن هذا الموقف المحرج الذي وضعت ألمانيا نفسها فيه بسبب هذا الدعم لإسرائيل اليوم هناك أيضا علمنا من المركز أوروبي لحقوق الإسلام في برلين هناك دعوة قد رفعت ضد الحكومة الألمانية بسبب الدعم العسكري لإسرائيل إذن ألمانيا سارعت مجرد أن صدر هذا التقرير سارعت ثورا وأعلنت أنها ستستأنف تقديم الدعم للأونروا ورحبت بهذا التقرير وقالت أيضا سنقوم بالعمل مع الشركاء في دعم الأونروا لتقديم هذا الدعم العاجل للأونروا ولي الفلسطينيين والناس في غزة خصوصا في ظروف الإنسانية واضح جدا الخلاف الألماني الإسرائيلي والذي تجسد في التوتر الذي حدث بين وزيرة الخارجية الألمانية أنا لنا بيربوك ونتنيوهو في آخر لقاء بينهما عندما شاهدت بعض الصور وحدث يعني سربت وسائل الإعلام إسرائيلية ما حدث من توتر بينهما واضح أن ألمانيا تريد وتضغط على إسرائيل وتريد أن لا تتعرض لمزيد من الإحراج سواء على المستوى الخارجي أو حتى على المستوى الداخلي أشكرك يمان شواف مراسل غد